هذا وأشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد شهداء الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل وعلى قطاع غزة هو الأعلى منذ نجبة عام 1948 وذكر المركز للإحصاء الفلسطيني أن عدد شهداء في فلسطين منذ بداية العام الجاري بلغ 22 ألفا وأربعمائة وأربع شهداء منهم 22 ألفا ومائة وواحد واربعون شهيدا منذ السابع من أكتوبر من عام عشرين ثلاثة وعشرين وثمانية وتسعون في المائة منهم من قطاع غزة منهم نحو تسعة ألاف طفل وستة ألاف وأربعمائة وخمسين امرأة وأشار إلى أن عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر بلغ 319 شهيدا منهم 111 طفلا وأربع نساء كما استشهد أكثر من مائة صحفي في حين بلغ عدد المفقودين الذي تم التبليغ عنهم في قطاع غزة إلى أكثر من سبعة ألاف منهم سبعة وستين في المائة من الأطفال والنساء كما نزح نحو المليون وتسعمائة ألف مواطن داخل القطاع بعيدا عن أماكن سكنهم